تستمر ميليشيا الحوثي في تحويل جامعة الصنعاء من صرح أكاديمي إلى وكر للمخربين وتفرض جبايات كبيرة بين الحين والآخر على الطلاب فيما يعاني الكادر الأكاديمي التدريسي من الإهمال والتعصفات جامعة صنعاء المنبر الأكاديمي والصرح العلمي الذي ظل على مدى قرون من الزمن منارة للعلم وتخرج منها الآلاف ممن يخدمون اليمن لكنها اليوم تحولت إلى صالة عزاء ولا تخرج منها غير عشرات الجنازات قهرا وكمدا فمنذ اشتياح الحوثيين الصنعاء أواخر العام 2014 توفي ما يقارب من 120 أكاديميا من جامعة صنعاء رقم يكشف طبيعة الأوضاع التي يمر بها الوطن وتحديدا المناطق الواقعة تحت صيدرة الميليشيا فالحصائيات تقول إن أعداد الوفيات يتوز على كلية الأداب والعلوم الإنسانية بكافة أقسامها والذي بلغ موتها 30 أستاذا وأستاذ مساعد وبروفيسور والرئيس قسم أما بقية الأعداد فمن نصيب كليات الهندسة والتجارة والاقتصاد والمحاسبة والشريعة والطب والصيدلة والإعلام والتربية والزرعة وتعاني جامعة صنعاء منذ سنوات من تدخل سافر في شؤون الطلاب والمنهج وحتى عمل الأبحاث التي تخضى لرقابة شديدة من قبل مشرفين حوثيين غير مؤهلين تم تعينهم لهذا الغرض وكانت هناك عدة تعميمات أصدرتها الميليشيا بخصوص كادر التدريس وعملهم والطلاب من الجنسين وما يجب أن يرتدوا من ملابس وغيرها من التعليمات التي لا تنتهي ليس هذا إلا جزء من العبث الحوثي الحاصل بحق جامعة صنعاء ومنتسبيها فهناك رسوم خيالية تتضاعف من سنة إلى أخرى فيما يخص الرسوم الرسمية أو طلاب الموازي والتي تذهب كمجهود حربي فضلا عن قيام الميليشيا بضرد المدرسين من سكانهم الجامعية البعض منهم قضى عمره كله في خدمة الطلاب على مدار أربعين عاما وتقوم الميليشيا بتكريس العنصرية والمثابية من خلال المنهج والتعينات وصرف الشهادات لمن يقاتلون في الجبهات والتهجم على سكن الطلاب والطالبات من قبل المسلحين وفرق ما يسمى بالزينبيات التابعة للميليشيا وعلى مدار سبع سنوات تعرض عشرات المدرسين للاعتقالات والإخفاء القسرية وتم من عدد كبير منهم من مزاولة المهنة نتيجة رفع تقارير من قبل مخبرين ضدهم اللهم 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 اللهم